اشتركوا في القناة ب 47 مليار دولار امريكي الحياة المبكرة والتعليم ولد لاري في 26 مارس في العام 1973 امه يهودية وقام جده لاحقا بما يسمى الصعود او عليا مصطلح اي الهجرة الى دورة اسرائيل المزعومة برغم ذلك فان لاري لا يتبع اي دين رسمي حصلت امه جلوريا بيج على ماجستير في علوم الحوسبة ومدرسة برمجة الحواسيب في جامعة ولاية ماتشغن وابوه فيكتور بيج كان استاذ علوم الحوسبة والزكاة الاصطناعي في جامعة ولاية ماتشغن وكان احد اوائل الطلاب الذين نالوا شهد الدكتورال فلسفة في علوم الحسوب من جامعة ماتشغن عرف عن لاري في طفولته شغفية بكيفية عمل الاشياء وحصل على اول حاسوب منزلي سنة 1978 والذي كلف الكثير من الاموال تخرج لاري في جامعة ماتشغن بدرجة البكالوريوس في هندسة الحواسيب مع مرتبة الشرف ثم نال درجة الماجستير في علم الحواسيب من جامعة ستانفورد اثناء انتظامه في الجامعة بنى لاري طابعة من مكعبات ليجو وكان عضو في فريق السيارات الشمسية وكان رئيس جامعة ايتا كابانو الشرفية للهندسة الكهربية والحوسبة دراسات الدكتورال والبحوث في صيف 1995 تقدم لاري للالتحاق ببرنامج لدرجة الدكتوراه حيث تعرف بسيرجي برين الذي كان متطوعا لمرافقة الطلبة الذين يفكرون في الالتحاق بالجامعة لتعرفهم بها وللاجابة على تساؤلاتهم انضم اليه زميله في الجامعة وصديقه المكرب سيرجي في مشروع البحثي المسمى بالانجليزية باك روب في اغسطس في العام 1996 وضعت الاصدارات الاولية من جوجل على خوادمية ستانفورد اعماله في العام 1998 اسس لاري وسيرجي شركة جوجل ولا زال لاري الى الان في عطلة عن اتمام رسالة الدكتوراه ادار لاري وسيرجي الشركة سويا حتى عينا سنة 2001 اركش مادت ليكون رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للشركة تبقى لاصدارة 2007 من فوربس فان القيمة الصافية لثروة لاري بيج كانت قدرها 16 مليار دولار وعوضعته هو سيرجي برين في المرتبة 26 عاميا على قائمة فوربس لاغنى البشر وفي سنة 2007 كذلك سمته مجلة بي سي وورلد على رأس قائمة اهم 50 شخصية في عالم الويب ومعه برين وشمدت يساهم لاري في كذلك في شركة تيسلا موتورز التي تطور سيارات الكهرباء اصبحت بيج رسميا الرئيس التنفيذي لشركة جوجل في الرابع من ابريل في العام 2011 فحين استقال شمت ليصبح رئيسا تنفيذيا وكان بيج قارئ متعطشا خلال شبابه وكتب في العام 2013 مؤسسي جوجل رسالة اتذكر قضاء قدر كبير من الوقت سكب على الكتب والمجلات في اغسطس في العام 2017 منح بيج المواطنة الفخرية من اجريجانتو ايطاليا اشتركوا في القناة